بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يترشح صهر الرئيس أردغان للرئاسة مبتكر الطائرات المسيرة المهندس سلجوق بيرقدار للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية تناول تقرير لصحيفة وول استريت جورنل احتمالات ترشح المهندس التركي المعروف سلجوق بيرقدار صهر الرئيس رجب طيب أردغان للانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد ولعبت طائرات بيرقدار من دون طيار دورا محوريا بمواجهة الغزو الروسي لسهول أوكرانيا واستخدمتها أدريبيجان ضد القوات الأرمينية عام 2020 وفي ليبيا ساعدت على إحباط هجوم شنه أحد أمراء الحرب المدعومين من روسيا وجعلت هذه الطائرات مهندسها سلجوق بيرقدار والبلغ من العمر 42 عاما الذي تدرب في معهد للتكنولوجيا بطلا شعبيا لوضعه تركي على المسرح العالمي وربما قد يكون زعيمها المقبل وفق ما ينقل تقرير لولستري جورنل وغالبا ما يظهر بيرقدار مرتديا سطرة الطيران وهو متزوج من إحدى بنات الرئيس رجب طيب أردغان ويتجمع حوله المعجبون في كل مكان يذهب إليه وتظهر استطلاعات الرأي أنه أحد أكثر الشخصيات العامة شعبية في البلاد والآن يروج له أنصاره لخلافة والد زوجته رئيسا للبلاد ونقلت الصحيفة عن بيرقدار قوله أنه ليس لديه طموحات سياسية لكنه لن يستبعد ذلك إذا طلب منه أردغان الترشح في انتخابات مستقبلية حسب ما أورد موقع قناة الحرة ربما سأقول نعم لكن هذا سيعتمد على الظروف يقول بينما يجلس على أريكة جلدية ويدخن سجارة في صالة تدريب الطيارين في قاعدة عسكرية في إزمير على ساحل بحر إيجا التركي وفق التقرير ويدور السجال الآن بشأن قضية من سيخلف أردغان بعد أن قال الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر إن الانتخابات المحلية في البلاد في نهاية هذا الأسبوع ستكون حملته الأخيرة ولا يزال بإمكان الزعيم التركي تغيير رأيه لكن المراقبين المقربين للسياسة التركية يقولون إن السباق لخلافته قد بدأ بالفعل وقال بوراك أستاذ الاستراتيجية في كلية الحرب البحرية الأمريكية الخبير في السياسة التركية إن كل الإشارات تتجه نحو بيرقدار وولد بيرقدار في إسطنبول لعائلة من المهندسين وكان والده أزدمير بيرقدار يعرف أردغان منذ نشأتهما على ساحل البحر الأسود وبقي على اتصال عندما أسس شركته لقطع غيار السيارات في تسعينيات القرن العشرين أمضى بيرقدار الشاب معظم شبابه بمصنع العائلة يبني طائرات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو وقد باتت تلك الطائرات النقطة المحورية لدراساته في أوائل عام 2000 أولا في إسطنبول ثم في جامعة بنسلفانيا في نفس الوقت تقريبا الذي بدأت في طائرات براداتور الأمريكية الصنع تصنع فارقا حاسما بساحات القتال في أفغانستان والعراق من هناك كانت خطواته نحو تجربة نموذجه الأولي للطائرات من دون طيار في مصنع العائلة في الوقت الذي كانت فيه تركيا تعمل على بناء صناعة أسلحة محلية مستقلة يمكنها مواجهة انقطاع الإمدادات من المنتجين الغربيين رأى والد بيرقدار أن مشروعات ابنه يمكن أن يكون لها قيمة عسكرية وساعد في الترتيب له لاختبارها مع الجيش التركي ينسب المسؤولون التنفيذيون والمهندسون في الشركة الفضل إلى بيرقدار في المساعدة في الإشراف على الرحلات التجربية الأولى لأول طائرة من دون طيار التي أطلق عليها اسم ميني يو اي في وأظهرت لقطات وثائقية من عام 2003 بيرقدار يشرح أهمية الطائرات غير المأهولة لمجموعة من الضباط العسكريين وكانت أطروحته للميجستير بعنوان مناورات الهبوط للمركبات الجوية من دون طيار وفي عام 2014 قدمت شركة بيرقدار نموذجا أوليا لطائرة أكبر من دون طيار قادرة على حمل الأسلحة باسم تي بي 2 ربما لم تكن تلك الطائرة متطورة مثل نظيراتها المصنوعة في أمريكا لكن بيرقدار تمكنت من بناء طائرات من دون طيار موثوقة يمكنها التغلب على الدفاعات الجوية من خلال الطيران على ارتفاع منخفض وبطيء وينظر الكثيرون في الصناع الآن إلى تي بي 2 على ناكليشنكو في الطائرات من دون طيار في إشارة إلى البندقية الروسية الشهيرة التي بقيت رمزا للأسلحة الشخصية للمشاة وبحلول موعد لانتخابات الرئاسية التركية العام الماضي بات الطائرات بيرقدار جزءا أساسيا من العلامة التجارية لأردوغان وتم إبرازها كرمز للفخر الوطني وتطلعات تركيا للنفوذ العالمي وظهر الرئيس في إحدى ملصقات الحملة مرتديا سطر الطيران مماثلة للشاب بيرقدار ومنذ ذلك الحين ردد بيرقدار بعض خطابات أردوغان القومية وبيرقدار وشقيق هالوك الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيكار بعد وفاة والدهما عام 2021 هما من بين الدائرة الداخلية لمستشار أردوغان وقد تولي أدوارا أكثر بروزا في تمثيل البلاد في الخارج وفق الصحيفة وتخلص الصحيفة في تقريرها أن أي من أبناء أردوغان لا يمتلك سيرة ذاتية للإنجازات مماثلة لبيرقدار الذي يرى معجبه نجاحه إشارة إلى مستقبل أفضل للبلاد في ذات السياق يكتب محمود النجار تحت عنوان ماذا يمثل سلجوق بيرقدار بالنسبة لتركيا يقول على تركيا أن تحفظ حياة سلجوق بيرقدار الشاب العبقري الذي مكن تركيا من الصعود وبلوغ غاية المجد في تقنية الطائرات المسيرة بحيث أصبحت واحدة من أفضل ثلاث دول في العالم في هذا المجال وبدأت تصدر طائراتها لنحو 16 دولة حول العالم وأثبتت هذه الطائرات كفاءتها العالية في كل من أذربيجان في الحرب على أرمينيا وفي صد هجمات الجنرال خليفة حفتر على ترابلوس وفي مطاردة الوحدات الكردية المسلحة على حدود كل من سوريا والعراق ومؤخرا في الحرب الأوكرانية الروسية يقول إنني أتصور أن حياة المهندس العبقري سلجوق بيرقدار في خطر ذلك أن أعداء تركيا وكاره نجاحاتها وتطورها العسكري والاقتصادي والسياسي وما وصلت إليه من مكانة دولية وإقليمية كثر وأن ما حققه سلجوق وفريق هلندسي من مجد تقني عسكري لتركيا أوغر صدور كثيرين وهو ما يجعله أحد أهم أهداف الحاقدين على تركيا ومن هنا لا بد من الاهتمام بحياة هذا الشاب وعدم الاستهانة بضرورة حمايته وأخذ الحيطة لسلامته وصف الكاتب الصيني سونغ بيتشانغ المدير الفني لشركة بيكار التركية المختصة بالصناعات الدفاعية سلجوق بيرقدار بالعبقري في مجال الطائرات المسيرة فقد قال سونغ في برنامج بعنوان تكنولوجيا الحروب على شاشة التلفزيون الرسم الصيني إن بيرقدار يشبه مؤسس شركة أبل الأمريكية وأضاف بأن تركيا خرجت عبقريا في مجال الطائرات المسيرة اسمه سلجوق بيرقدار وهو أب المسيرات التركية ومكانته في مجال الطائرات المسيرة مثل مكانة ستيف جوبز في تكنولوجيا الهواتف الذكية وفي مقابلة أجرها مذيع الجزيرة على الضفيري راعني أنه لم يقل كلمة أنا ولا مرة واحدة بل ظل يقول نحن ويشيد بالآخرين ويتحدث بفخر عن المشاريع الصغيرة التي عمل عليها الشاب التركي والتي وفرت لفريق المهندسين العامل على تصنيع الطائرات كثيرا من القطع المكملة لصناعة هذه الطائرات وحين ذكر له الضفيري ما قاله عنه الكاتب الصيني لم يعلق على الموضوع ولم تبدو على وجهه علامات الغرور أو الفرح بل تجاوز الموضوع بهدوء وكأن الضفيري لم يقل شيئا وتابع حديثه في سياق الأفكار التي طرحها الضفيري وهو ما يدل على شخصية وزنة تتميز بالوقار والأدب والتواضع مع أنه شخص فيه كثير من تصرفات الشباب المرح الذي يصرخ ويصفق ويطير فرحا بعد كل تجربة لنموذج جديد من الطائرات أو كل تطوير ناجح لأدائها في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر